أهلا بكم إلى التفاصيل نبدأ يمنيا إذ ثمن رئيس اليمني عبدربو منصور هادي موقف السعودية الحازم والرافض للمساس بوحدة اليمن وأمنه واستقراره مشيرا إلى أن أياد المشروع الإيراني في شمال وجنوب اليمن تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة فيما تجسد مواقف المملكة تجاه اليمن تعاون البلدين في مواجهة هذا المشروع جاء ذلك بعد لقاء جمع هادي بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الدوان الملكي بقصر منام وجرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية وبحث مستجدات الأوضاع على ساحة اليمنية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار